شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوية التكتيكي لأحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر لعدة أيام شهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوية عبر تقنية الفيديو كونفرنس والذي يستمر تنفيذهم لعدة أيام وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والقرارات المتخذة من القادة خلال مراحل إدارة العمليات ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم مؤكدا أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرض مقاتل مختلف قادر على حماية الوطن وصون مقدساته كما ناقش القائد العام للقوات المسلحة عددا من المشاركين في المشروعين في أسلوب إدارتهم للمواقف المتغيرة والطريقة التي يمكن التعرض لها خلال مراحل العمليات مشيدا بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروعين التي تضمنت عرض القرارات المنافذة من مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم والتنصيق والتعاون بين كافة العناصر المشاركة كما نقش عددا من القادة والضباط في تنفيذهم لمهامهم وقم بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات مشيدا بالمستوى الرق الذي ظهرت عليه كافة العناصر المنفذة مما يعكس الاستعداد القتالية العالية والتدريب المتميز والاقترافية في تنفيذ المهام حضر تنفيذ المشروعين عدد من قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة